لي خدرنا الفني كابتننا الكبير كابتن ميدو مصلحي مساء الخير يا كابتن ميدو مساء الفولة كابتن خالد أخبارك إيه؟ والله خيري الحمد لله مستمتع بفريق الكرة تايراب وانتخب مصر هو بيلعف بطولة العالم في اليابان ورأيك إيه؟ جدا جدا يعني عامل مطسات هايلة وممتاز يعني وعملين بطولة أكتر من الزائعة والناس كلها بصراحة كل اللعيبة بعملوا معاليهم الزيابة يعني وخصوصا من العيبة الخبرة كلها اللي هم تمثله بقى في أحمد صلاح وعبد الله وحسام والعيبة الشغاب فيه مزيد كده جميل جدا في المنتخب والراجل كمان عامل شغل كويس أوي وربنا وفعهم في الجاي إن شاء الله بيقولون أن عبدالله عبدالسلام كابتن عبدالله عبدالسلام كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي بيلعب هو رايق أوي بيلعب بمزاج أوي بيلعب في ريته زي ما هو عايز ياريت تقول لنا حكاية كابتن عبدالله عبدالسلام داخل بطولة العالم والله عبدالله عبدالسلام ده قصة الواحدة يعني بسرعان يعني حاجة في منتهى الشرف ومنتهى الجمال إنه هو بيواصل التقلق يعني صنع العبد مصر فعلا حاجة بيعرف يلاحج الناس من اللي قدامه كويس أوي بيعرف يجب من في الوقت المناسب قصة الواحدة وأسطورة من الأساطين فعلا كرة طيرة هو عبدالله عبدالسلام يعني يعني أنا مش عارف أتكلم عني أكثر من كده هو صاحبي قبل ما يكون لعيف عندي لأننا كلامي عليه هيبقى يعني فعلا أكتر من كده بكتير كمان كابتل عبدالله عبدالسلام طب لأ شفت لما شفتنا بصراحة اللي نازل بكناك على طولة العالم لأنها بصراحة يعني مبسوط قوي يعني حاجة سعداني جدا وجود أحمد صلاح في أحسن ضارب وجود أحمد سعيد محمد عادل عبدالله عبدالسلام ولادك أو أصحابك في أرض الملعب شايف الموضوع ده إزاي والنادي الأهلي راجع على دوري عام وداخل على أحمال وبعد كده يطلع بطولة أفريقيا للتصفيرات الأولمبية عفوا شايف الموضوع إزاي ماشي معاك إزاي كابتل ميدو السنة دي بصراحة أقولك بمنتل أمانة أن الموضوع ده على الناج اللي لي مش لي أنت بتتكلم في دوقتي في أربع خمس تشور لأيك المتخب دي بتلعب كلهم ما تشطي لها جدا هيرجعوا على النادي يعني أنا عايز أقول لك إرهاق شديد جدا يبعليهم كفاق حتى يعني بلعبوا 11 مطر 15 يوم ده كتير قوي حمل جديد جدا على اللعيبة هو طبعا هتيدي على الناج الأهلي بدون شك يعني فيه فعبة على العيبة هيتسسروا جدا بالموضوع ده ربنا يأتدارني بس واقدر نعمل استشفاء كريع كده لأنهم نبتدي نتوري على طول بعد ما يرجعوا هياخدوا أسبوع عجازة ونبتدي إن شاء الله يعني الدوري الزوري المهم جدا من سبعة حداشر إن شاء الله أقدر أنا والتكاثر طبعا معايا إن إحنا نقدر نعمل استشفاء سريع بيهم ويقف الفورمة تاني لأن الموضوع مش سهل خالص إذا أقول لك سبعة العيبة من قوام المادي الأهلي منتخب مصر منهم ربنا يأتدارني بس إن شاء الله ونتجحهم سريعا يعني للفورمة بتاعتهم لما تقابلت معاك قلتلي إن الدوري اللي إحنا بتلعبه دلوقتي ده كان دوري مهم بوجود سبعة العيبين في منتخب مصر فأقدر الشباب يقدر يعود ده شايف التجربة إزاي ماتشات بدون نتائج إنت قلتلي شخصيا إنت مبسوط من النحر والله فتن خالد أقول لك النهاردة حتى الفرقة الشباب النهاردة عملوا مطش هايل جدا جدا مع نادي هليوبلس كانوا بيكافحوا مطش فعلا مدهم خبرة عالية جدا كل الشباب اللي لابوا وأنا حب أشيك برضو بالناس الكبار اللي عيجب كبار منعم وعبداللطيف ورؤوف ومعايد فعلا كانوا شايلين معاهم ومستحملين جدا لكن أنا أقول لك النهاردة يا شباب عملوا جيم رائع وأنا مصطوط جدا جدا منهم يعني فعلا نواية جديدة جدا وطيبة جدا للمستقبل النادي الآلي لو قلت لك بالأساني كده يعني يوسف الصافي وأنا الساوي وحمد عثمان وعمر الشريف ومروان والله العزيب اللعيبة معايا عشر لعيبة شباب النهاردة أنا مصطوط منهم جدا بالخبرة اللي خدوها النهاردة والمنشط كلها إن شاء الله ما يؤمن للصرابي